اشتركوا في القناة فيتبعون احسنها امين يا رب العالمين السؤال الاول اذا اضطر الانسان الى تفضيل الوالدين على بعضهما بعد الانفصال فمن يختار الاب ام الام هو طبعا الوالدين بعد الانفصال يظل الاب ابا وتظل الام اما لنقطة الاولى النقطة الثانية بر اباك ولا تعوق امك النقطة الثالثة لا تدخل نفسك فيما بينهما ولا توصل ما يقوله هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا الامر الرابع انت مكلف بانك ابن لهذا الاب تبره طوال حياته وابن او بنت لهذه الام وتبرها طوال حياتها فانت لست مع الاب ولا مع الام في التوازن وانما مع كلام الله وصاحبهما في الدنيا معروفة سوى هما مع بعض او قد انفصلها هذا والله فعلا السؤال الثاني اذا تعلق الانسان بحيوانه الاليف ثم مات حيوانه الاليف يعني كلبة او هرة يعني ثم مات اللي هو الحيوان يعني لا ثم نفق لان ثم مات بالرجل الذي مات او صاحب الحيوان الموت للانسان النفوق للحيوان ثم نفق فهل يجوز له ان يدعو الله ان يكون معه في الجنة لا 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 كبيرة شويدي لا يعني اولا الحيوانات يوم القيامة واذا لوحوش وحشرت تحشر مع الناس ويقتص الله لها ممن ظلمها او اذاها او جوعها او عطشها او الى اخره او قتلها دون جريرة فهنا يقتص من الظالم الذي ظلم هذا الحيوان الذي لا يعني ناصر له الا الله عز وجل امرأة دخلت النار في هرة ورجل مصرف على نفسه دخل الجنة في كلب سقاء بن عليه فثم يقول الله لتلك الحيوانات كوني ترابة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابة هذه لم اما يعشر يعني في اراءة لبعض هذه من اجتهدات علماء ليست نصوصا شرعية ان كبشي اسماعيل ونقد صالح وكلب الكهف وحوت هذا كلام اجتهادي وشت نظر لكن لم يثبت بها نص او دليل قطعي طيب السؤال الثالث الصلاة في الحرم المكي تعادل مئة الف صلاة فهل يلغى عني صلاة قد نسيتها في وقت سابق او لا من فضل الله غفر الى امة الخطب والنسان وبشكره عليه ده ان رقم واحد رقم اتنين هذه في الثواب المئة الف في الثواب ليست عويضا يعني لو صليت اسبوع هناك او اسبوعين او شهر او شهرين يبقى انا اصبحت بصلي خمسين سنة اقول لا هذا في الثواب اما الفريضة ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقودة في الوقت واللحظة ومن عليه الصلاة يصليها اما هذه الثواب لمضاعفة الثواب هذا الله انا متزوج من من جنية مسلمة لا انا اخفض صوتي يخاف من الجنية لا ده بس وكنت اقرأ هل هل اقثم هل اقثم اقثم هل اقثم بالثاء اقثم الولي هل اقثم على ذلك مع العلم اني ابحث عن زوجة صارحة انسية لا يلا يلا الله ضاقت الدنيا كلها ولم نربي نحن كمسلمين مليار وتونويت ملي المسلم واحدة انسية تصلح لحضرتك يعني وصع شوي اولا العلماء اصلا يحرمون هذا الفقهاء يعني ان لا لا يجوز زواج المسلم من الجنية لانه من اياتي ان خلقها لكم من انفسكم ازواجا ولم يثبت هذا انما هي قصص حكايات عن الناس لكن الجن من النار والانس من التراب والماء يعني من الطين يعني فكيف اجتمع الطين مع النار هذا امر القصص اللي بنسمعه كله هذا قصص اما هي تكون يعني حالة نفسية معينة او الجن موجود لكن حكاية التزاوج بين الانس والجن يعني ما قال ما قال بها العلماء فالله اعلم يعني مش مسات علي اث هل هذا موجود او غير من الله هو مش موجود خلاص يعني ولا نريد ان ندخل في التفاصيل الله يرضى عليكم واحد يطلع بس يقول الشيخ عمر انكر ويعمل جن والله موجود مكلف يعني فباي الاء ربكم هتكذبان على الانس والجن لانهم العاقلان المكلفان وحمل الامانة كبني ادم يعني هم من اتنين يحملوا الامانة يعني الله يرضى عليك يا رب لكن بص الموضوع في في ان في الموضوع يا حكاة الجن دي الله يرضى عليك يا رب فان شاء الله هتلاقي باذن يا ابني ربنا يرزقك بانسية يعني اذا انت لو خدت بنت خالتك وتكون هي جن اصلا يعني مش هتتحملها ولا بنت عمك اللي يرضى عليك يعني ان شاء الله ربنا بني رزقك انت واولادنا كلهم يعني انسيات صالحات باذن الله وخانتات وعبيدات ومشنخديات ولا مقطبات الجبين ولا الهرمونات بتاعتها شغالة كل ساعة على حالها لا ان شاء الله باذن الله ربنا ادي صلاة الجماعة اسلم مع الامام او بعد ان ينتهي الامام من السلام الثاني بعد ان يسلم الامام من السلام لا تساوي الامام ولا تسلقه ان سبقته صلاتك باطلة ان سويته وهذه كراها يجب ان تتأخر الى ان يسلم تسليم الثاني السلام عليكم ورحمة الله يمنة السلام عليكم ورحمة الله ياسعة ثم تبدأ انت في السلام هذا اسلم واحواط ان شاء الله بارك الله بيكم هل صحيح يوم القيامة اللي بيسلم قبل الإمام يعذب في النار؟ لا شوف من رفع رأسه قبل الإمام موسي خواتش وواتش حمار يوم القيام يعني كل الناس تعرف أن هذا كان بيسبق الإمام في الرفع أو في السجود لأنه خارج عن المنظومة يعني بس على اللي كان بيصلي الحمد لله رب العالمين بس مولادي بيتبع الإمام هو يعني الإمام يخطب يعني أنا رئيس الدولة لما يعطي خطبة وانا جاعد مش معقول هسيوه في نصر الخطبة امشي لا يعني لو الذنب بتاعها بالكبرى لدى الواحد يقول خلاص هسلي لوحدي لا لا يضيح ثواب 27 حسنة له صلاة الجماعة وبعدين صلاة الجماعة معفو عنها السهم يعني أنا لو سهيت في صلاة الجماعة صلاة مقبولة لكن لو صليت لوحدي وسهيت صلاة مشكوك في أمرها ليس ابن أدب من صلاة إلا ما عقل منها أو ما وعى منها عندي مبلغ دين من إنسانة توفيت وليس لها أولاد كيف أسدده ومدة أكثر من عشرين سنة وإزاقه ونخير الدين الذي بقي عندك لهذه المتوفاة أنت تخرج في سبيل الله لها إن شاء الله تحفر لها بئرا تعمل لها منبع مات تضع في بناء شيء من المسجد أثاث في بيت الله سجاد أو ثريات إضاءة أو نظام صوتي أو غير ذلك أو تكفل بها يتيم إن شاء الله ربنا لكن لا تبقي هذا الدين عندك رب يبير فيك لماذا اختار الله موسى من بين بقية الأنبياء ليكلمه هذا اختيار توقيفي الله عز وجل يعني يختار وكلم الله موسى تكديما واتخذ الله خليلا سبحان الله العظيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه يعني هذا اختيار الله لا تساؤل عندنا لماذا موسى تحديدا هكذا رب العباد وكلم الله موسى تكديما وإني اخترتك على اصفيتك على الناس سبحان الله وقال له وانا اخترتك في سلططها فاستمع لما يوحى هذا اختيار من الله عز وجل فإذا كان موسى قد اختاره الله فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو المختار واصطفيتك سبحان الله مصطفى او ابنا مريم ان الله اصطفاك وطهرك لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليس سورة الجمعة ها سؤال لطيف هذه مسألة توقفية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقرأ فليس بآثم هذا أمر سورة الكهف فيها خمس محاور اللي هي الخمس قصص التي فيها تذكر بالإيمانيات وعالم الغيب والارتباط الارتباط المخلوق مع الخالق سواء في قصة الخضر سواء في قصة إبليس سواء في قصة خلق آدم سواء في قصة صاحب الجنتين سواء في قصة ذي القرنين هذه القصص الموجودة في كل قصة لها محور مهم جدا في العقيدة فالإنسان يذكر نفسه ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لغاية المغرب بأن يقرأ سورة الكهف يجعل الله له نورا إلى الجمعة التي تليها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جميل والله أصدعتكم بارك الله فيكم جميعا نور من ناحيةه بالضبط نور في قلبه سكين فيه يقوي إيمانه الإنسان كلما اعتبط بالغيب كلما بفضل الله سبحانه وتعالى ازداد إيمانه فالقلوب لها إقبال وإدبار فتقرأ الكهف ونجوعة قلبك يقبل على الله وهذا جميل طيب لماذا نقول آمين في آخر سورة الفاتحة وليست آية نعم كلمة آمين غير مكتوبة في المصحف فليست من الآيات السبعة يا ولا الضالين حالت تمام انتهت السورة آمين أي استيب يا رب استيب يا الله ليه اهدنا فانت تؤمن وإذا سكدت ولم تقول آمين فليس فيها مشكلة يعني لو قلت اهدنا الصراطة المستقيمة صراطة الذين أنعم تعلم غير مغضو معلم ولا الضالين ولم تقول آمين ما نقص منك شيء إن شاء الله ربنا وليس عليك وزر ولا تسجل للسهوة إن كنت في الصلاة طيب لماذا يبتل الله الكافرين وهو لا يحبهم وهو إذا أحب عبدا ابتلاه والله يسأل اللطيف والجميع الكافر يكفيه بلاء وابتلاء أنه كافر يعني مع الفرق القياس يعني وإلى المثل الأعلى كان مثل لأمي رحمة الله عليه وليه جي تدعى عليه لجي تلحي طميل عليه يعني وجد الجدار ميل عليه طبعا أمي رحمة الله لا تدعى على أحد الحقيقة يعني ما يعني بس هو مثل عام مشهور يعني فالكافر إنت عايز بلوه أكتر مصيبة أكتر من أنه كافر يعني نهايته النار أي نعيم يتنعم به في الدنيا نهايته النار وأي تعذيب وابتلاءات في الدنيا للمؤمن نهايته الجنة والله سبحان الله لو قطرة من الجنة يعني سكبت في الدنيا لحلتها خلتها حلوة ولو قطرة من غسلين التي ذكرها الله في النار هريقت في الدنيا وللمات الناس من نتن قبح رائحتها والنتن سبحان الله فالكافر مش مساعدة أنه يبتليه لله هو مبتلى بأكبر ابتلاء ولكن ابتلاؤه كابتلاء الحيوانات زي المرض المؤمن لو يمرض يكفر سيئاته ويرتبع درجاته والله يبدله لحما خيرا من لحمة وداما خيرا من دم أما الكافر والفاجر يمرض ويشفع كما تمرض البهاء موتشفع البقرة اللي عندنا في الزريبة والنعجة اللي عندنا في البتاع والحصان اللي عندنا في الاسطلب يمرض ويخف لو ثواب لا يدسله هكذا الله أعلم ما الفرق بين عزة النفس والكبرياء نعم الناس بتقلط بين عزة النفس أن يحتلم الإنسان ونفسه أن يجيل لقدرة لا يهوي النفسه لا يذل الأحد لغناه أو لمنصبه ومن دخل على غنين أو أو رئيس أو أمير فتضعض علىه لغناه كما يقول أهل العلم فقد ذهب ثلثة دين فسبحان الله أما الكبرياء 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 احتقار الناس وانكر الحق وبطره هذا هو هذا هو الكبري الذي لا يقبله رب العبادة عزة الله أما اعتزاز النفس عند الإنسان بنفسه سبحان الله يعني قال الشفعي عليها ثياب لو تباع بفلس الفلس اللي هو السنت يعني المليم ليسوه شيء أو هللة كما يقول الأخوان زمان في الحجاز عليها ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت أعزة وأخبار هذه العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين السؤال الذي يليه ماذا ستكون حالة الإنسان بعد خروجه من النار إلى الجنة ربنا يدخلنا وياكم الجنة دون سبيقة عذاب لكن يومسون في نهر يثم نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما قال صلى الله عليه وسلم وبعدين يدخل إلى الجنة معافة ويمحى من أثره من علاماته أنه كان في النار حتى لا يؤذيه أو حتى لا نظر إليه نظرة لأنه ما فيش أذى في الجنة إن شاء الله ولكن النبي سلم حكى عن آخر واحد يدخل من النار ونتعرفين القصة قال يا رب لما التفت حوله فلم يرى إلا هو خلاص كان آخر واحد آخر مسلم قضى مدة العقوبة المسلم عشان تصفق جهنم الأبواب بعدها وليا رب أخرجني فمعنى الحديث يعني الحديث طويل تعاهدني ألا تطلب مني شيئا آخر قال يا رب فلما خرج من النار ينظر أيمن منه إلا يجد إلا النار الشماله جهنم يا رب اصرف واتشي عنها قال لك ما ما أقدرك يا عبدي على الوعد أنت وعدت أن لا تطلب قال لا تجعلني أشقى خلقك المهم قرب من الجنة قال يا رب قريبة من بابها اخترب وجد النعيم كل جوه فسأل الله فربنا عتب يعني مش عتبه يدلله ينقله للرحمة خطوة خطوة ويطمعها في رحمته قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك المهم فلما دع الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله هذه الجنة اللهم أسكننا إياها دون سبيق عتدال أما أحواله إيه أحوال واحد يعني كان في النار جهنم وذهب إلى الجنة يعني سبحان الله لو لو كتب عليه الموت مرة أخرى لمات من شدة الفرح نعم هل حضرتك الناس المخلدة في النار مع الوقت هيتعودوا ولا لا لم يتعودوكش يجدد لهم العذاب والعذب الله نعم والناس إلى السلام من يتوفاه الله وليس متزوجا ولا عنده ولد صالح يدعو له هل دعاء الاهل يتساوى لهم بإذن الله رب يتساوى بإذن الله وربنا سبحانه يقرمه وهو يعمل بجد ولكن نحن لا نعتمد كثيرا على دعاء أبنائنا وبناتنا فقد ينسونا مجردا يعني يأخذو التركة وربما التركة كبيرة فيبتد يخنقوا بعض ويعملوا مشاكل ويروحوا المحاكم ويقضوا عشرين سنة ما يوزعوش تركة الأب ولا تركة الأم وأنا أحذر أو أنصح كل أولاد وأبنات والجنازة سخنة بعد ما يرجعوا من الجنازة وتقبلوا العزاء مثلا ثلاثة أيام يعني لأن العزاء بعد ثلاثة من اليوم الرابع يقضوا مع بعض ويقسموا التركة كل واحد يأخذ حقه الأمور ويدخل الشيطان تمام مشكلة تعالى يرضع هذه وصية تعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة من خلال العلماء من رأسه حتى قدميه فلماذا نحاول رسام محترف رسمهم أولا يحرم رسم الرسول يحرم تحريما باتا ولا الصحابة يعني بهذا بهذا المسؤول يجب أن نتوقف على نحن نريد أن نؤمن بالغيب وبعدين الله أعلم الذي رسم وهذا يطلع واحد تاني رسم كاريكاتيرو ولا رسم كذا ويرسم بصورة أخرى نحن محرم علينا رسم النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مش أمة أمة تؤمن بالغيب وتحب رسولها صلى الله عليه وسلم وربنا يجمعنا به ونراه حقيقة بإذن الله على حوض الكوثر وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا يظله وفي جنة العبد والسماوات والأرض بإذن الله رب العالمين لا هل الأعمال التي تغضب ربنا تغير القدر مثل الدعاء مثل الدعاء يغير القدر لا السؤال تركيبته عجيبة هل الأعمال التي تغضب ربنا تغير القدر لا الله حليم الله حليم الله سبحانه حليم لا يتعجل بعقوبة العاصي ولو يعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخير سبحان الله لقضي عليهم أجلهم يعني وعذن ولولا رحمة الله وحلمه ما ترك عليها من دب يعني تتعجب كيف يعني الله سبحانه حليم على الظالم والقاتل واللي بيقتل شعبه واللي يعمل كذا واللي يعمل واللي إذنات واللي يتعدى الحقوق واللي يأخذ الميرات واللي يأخذ حرام واللي يظلم عياله واللي يظلم زوجته واللي تظلم زوجها تتعجب من حلم الله حليم سبحانه وتعالى لكن هل الدعاء يغير القدر نعم لا يرد القضاء إلا الدعاء بس يكون قضاء قضاء مؤجل لمعجل يعني أو قضاء مش حتبي في قضاء مبرم لا يرد أنا هموت يوم كذا خرص لكن يبارك في الأعمار لكن لا لا تطول الأعمار و يوسع ربنا في الأرزاق لكن في واحد يأخذ الرزق وليس في باركة لكن الدعاء إن شاء الله يرد القضاء المعلق هذا والله أعلم هل التدخين يبطل الوضوء هو التدخين مع حرمته ليس من نواقد الوضوء بس الملائكة تتأذى من الروائح كما يتأذى بين آدم يعني هذا الله المدخنين وبغضهم في التدخين وبغض التدخين إليهم إن شاء الله هل الجنة في عالم والنار في عالم آخر وهل يجوز لأهل الجنة أن يروا ما يصيب أهل النار أولا يقال أن الجنة في السماوات والنار في سجين أو في أسفل الأرض أسفل السافرين يعني ولكن يوم القيامة يتنادى هؤلاء مع ذا هؤلاء ويسمعون بعضهم بعض ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله ولكن لم يستجيبوا لهم لأن الله حرموهما على الكافرين ولا يذو الله رب العالمين يعني أنا أقول التفسير أحسن حتى يقول للآية يعني 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 هؤلاء أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله مما يعني اللي ربنا الدهوركم ادينا شوية مية ماء أو اللي ربنا رزقكم للنعيم اللي أنتو فيه رفضوا أهل الجنة ليس مسموحا لهم أن يعطوا هؤلاء هما في العذاب إن الله حرموهما على الكافرين هذا السلام هل يجوز إجراء عملية تجميل لأني غير واثقة من نفسي وأشعر دائما أني غير جميلة لا هادي من مداخل الشيطان التجميل يصنع لإصلاح عيب نتيجة حادثة كسر معين تشوه معين حدث لكن حكاية التجميل عمل على بطال وعيدات الترميم وشده ونفقي وارخي وعملي وزوده هنا ونقص هنا هذا لا يجوز هذا والله أعلم بإذن الله بإيمانك والله يا بنتي أنت جميلة بإيمانك أنت جميلة هل يعتبر تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة للضيف إسرافا أو كرما لا والله إكرام الضيف في خير وبركة يعني تقديم أنواع شي طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كريح المرسلة يعني يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي يعني إكرام واجب يا شيخ لو أمي طلبت مني شيء بس أنا خائفة من أن أقبل عليه ماذا أسويه شو العمل يعني ما هو العمل يعني شو هذه شو مش شو مش مش ورما شو لا يعني ما هو العمل يعني اللهجة يعني على كل هي حلفة إن ما تعملهوش وبعد كده الأم طلبت منها إن نتعمله آه يعني هي أقسمت نعم ألا تصنعه نعم خلال إذا كان ليس إثما ولا قطعة رحم عليها أن تكفر عن يمينها ولتأتي الذي هو خير يعني أقسمت عليها مثلا ألا تؤذي أختها أو تصنع أمرا ما ولكن أمر مباح ليس إثما ولا قطعة رحم تقول لها غبان عليك اليوم القيامة إن كلمت خالك أو كلمت خالتك أو أنت لنروح تلعمك أو كلمت عمتك يعني هذا شرط لكن إذا أقسمت على شيء ورأيت أن الذي أقسمت عليه خير فلتكفر بسيام ثلاثة أيام أو إطعم عشر بناساكين ثم إسلام عشر أيام أو إطعم عشر سيام ثلاثة أيام أو إطعم عشر مساكين وتأتي الأمر إن شاء الله رب العالمين هل الحلفان من باب الجنتلة إن يعني أخي قسم من باب الجنتلة يعني والله أنا أدفع مثلا أنا أعزمك وفي الآخر ما يدفعش لازم برضو أصوم وأطعم لو كسرت الهاء القسم ويكسر الهاء والله أقسمت بالله أن أنا لها أدفع بس أنا مدقولك إن ما بيكون قدها بس مش منظرة يعني يا شيخ أنت قلت مرة أن الأموات ليسوا في جنة ولا نار فأين هم فأين هم ولو كان في عالم البرزخ فأين هو لا هو يعني الأجساد في القبور دي للأرض ما كان للأرض يعود إلى الأرض أما الأرواح ارتفعت إلى عالم البرزخ عالم البرزخ لا يعلمه إلا الله هذا غيب نعم ولكن يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار اللهم اجعلها جنة أبدا يا رب العالمين هذا والله أعلم بارك الله فيكم لا تنسون من صالح دعائكم ربنا يختمنا ولكن من الصالحات اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واعذروني للسرعة الرهيبة التي أجيب بها لأن ولدنا عمار يلا بسرعة عشان أنا عارف أن المردين بتوعي لا يخلقوا مني إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله